اشتركوا في القناة بذكورات ملكية تعيدك لقرون خلت ومضت افلام تاريخية واخرى دينية دراما ترجاديا والكثير من السيناريوهات التي يمكن تزيدها بين جدران هذا القصر التي تحكي ازقته روايات وقصصا من وحي التاريخ الجزائري قسم تيرين الكوك ايضا هذا المعلم الذي استرجعناه في شهر اكتوبر ووضع تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون خصص له مبلغ وتم تشجيل عملية 165 مليون دينار ان شاء الله سنقوم باعدة تهيئاته وتأهيله مع انه الان على وضعه يمكن استغلاله وشفت المقاومات الكبيرة موجودة بالمنطقة وبالقصر يعني مقاومات سياحية وطبيعية رائعة وهائلة يعني فبالتالي هنا نستفتح به ونستفشر به خيرا ان شاء الله للصناعة السينمائية في الجزائر تحف أترية معالم سياحية ومناطق من وحي تاريخ الجزائر كل هذه الجزئيات الفريدة من نوعها وجب استغلالها على أكمل وجه نحن حاليا بسدد وضع استراتيجية أو كرتوغرافية للصناعات السينمائية في الجزائر فيه عمل مع وزارة الداخلية حتى نحظى بعقار نسميه بالعقار الثقافي سنخصصه لهذه المركبات الثقافية بشكل عام والمركبات السينمائية بشكل خاص سيكون هناك ان شاء الله دفاتر شروط ونضعه تحت استغلال الخواص من المنتجين والسينمائيين الدكورات والمدن السينمائية ترسم ورقة طريق واضحة المعالم من أجل النهوض بالصناعة السينمائية الحقيقية